قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه تم توافق مع الرئيس القبرصي على أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا في أقرب وقت ممكن وأضف الرئيس السيسي أنه أكد لنظره القبرصي ضرورة تضافر الجهود الدولية لتجنب تصاعد العنف ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كما تم التطرق إلى القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك حيث توفقنا على أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا في أقرب وقت وشددنا على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية بما يتصق مع استعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكدت لفقامة الرئيس ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تجنب تصاعد العنف ووقف الاستيطان ودفع جهود التسوية النهائية من أجل إحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين